أرغم عودة الهدوء بعد خرق الهدنة في العاصمة ترابلس إلا أن فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما يزال قائما وفي لهجة تصعيدية قال المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة إنه سيطالب بالعقوبات ضد كل من يخرق وقف إطلاق النار مؤكدا أن البعثة تعلم الجهة التي تخرق الهدنة وتستخدم الأسلحة الثقيلة داخل العاصمة وفق قوله هناك مسؤوليات على المجلس الرئاسي هناك مسؤوليات تدعو للبعثة سلامة أضاف في تصريحات صحفية أن أول مهامه في الفترة الحالية هو العمل على منع تدمير العاصمة ترابلس مشيرا إلى أن البعثة لن تستبدل تشكيلا مسلحا بآخر حسب وصفه من جهته دعا آمر القوة المشتركة لفض النزاع بطرابلس اللواء سمجويل جميع الأطراف إلى مراجعة حساباتهم عادا ما حدث خرقا خطيرا لوقف إطلاق النار وفي ذات السياق طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بضرورة إيقاف التصعيد العسكري والتمسك بالحوار لتجاوز الأزمة الحالية وتجنيب المدنيين والأماكن العامة ويلات الحرب هذا وناشد ستة عشر نائبا من مجلس النواب عقلاء المدن والقبائل السعي الجاد لإيقاف المعارك في العاصمة وإنهاء التحشيدات التي لن تجر إلا مزيدا من الاحتقان بين أبناء البلد الواحد على حد قولهم وبين المناشدات والمطالبات يبقى الوضع الأمني في العاصمة ترابلس غير مستقر وينذر بالانفجار في أي لحظة ما لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق حقيقي بعيدا عن الحلول المؤقتة